اشتركوا في القناة واختارت بعض المؤسسات التعليمية الخاصة توفير شاشات ضخمة داخل فضاءتها لمشاهدة مباراة المنتخب الوطني صباح يوم غد الأربعاء كما دعت مؤسسات أخرى التلاميذ الراغبين في متابعة لقاء الأسود الأول في المنضيال بارتداء قميس المنتخب ويوجه المنتخب المغربية نظيرها الكرواتية الصباح يوم غد الأربعاء انطلاقا من الساعة الحادي عشر صباحا بالتوقيت المغربية هذا وفي خبر آخر ورد قبل قليل كشف الإعلامية المغربية محمد وموسي في تدوينة له على فيسبوك أن طائرة ملكية غادرت إلى قطر قبل قليل وقال الإعلامية المغربية المذكورة في التدوينة الآن طائرة ملكية مغربية تغادر إلى الدوحة عاشية مباراة المغرب وكرواتيا نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء